مشهد قاسي ولكن واقع الحال في غزة مشهد مبارح يمكن عمل ضجة وردود فعل قوي جدا على السوشيال ميديا وكل مواقع التواصل الاجتماعي تدعم من منصة اكس فيسبوك حتى على انستجرام السور والفيديوهات طفل محب لكرة القدم وعاشق للنادي الاهلي ولما تسمع طفل عنده سبع سنين او تمان سنين بيتكلم عن قدوة انا اش بتكلم على كورة ولا مجال كورة بتكلم على القدوة واحنا بتكلم دايما وبنقول من خلال شاشة قناة الاهلي الرياضة رسالة والاعلام رسالة ولكن لما تلاقي لسه طفل بيبدأ حياته عنده احلام وعنده تطلعات وفي السن الصغير ده مهم جدا انك تجد قدوة للاطفال الصغيرة ما بالك بطفل فلسطيني قدوته النادي الاهلي بيحب حارس مرمى النادي الاهلي تسمع احلامه نفسه يلبس قفازات حرصة المرمى في النادي الاهلي نفسه يلبس تي شيرت النادي الاهلي ولكن للأسف حرب وخيانة واستعمار وكيان ارهابي في فلسطين بيحارب في الشعب الفلسطيني والعالم كله بيتفرج ومشهد طفل زي ده بالكلام بتاعه ده لو مشهد في اوروبا عشان تعرفوا للأسف ان في عنصرية لو المشهد ده في اوروبا كان الدنيا يتقلبت ولكن الطفل لما اتكلم على النادي الاهلي وكان لي رسالة للنادي الاهلي النهاردة على طول كان فيه رد رسمي من ادارة النادي الاهلي تعالوا نسمع ونشوف الطفل الفلسطيني الجميل علي اسماعيل نافذ بعد ما تعرض لحروق نافذة وتعرض لإصابات وطعم من كيان ارهابي مختل نسمع ونشوف قال ايه لان النهاردة كان فيه رد رسمي على مستوى رسمي من مجلس ادارة النادي الاهلي نتابع علي اسماعيل نافذ جبر مشتها وانا قدت بدي نفسها لبس كفات الاهلي وبوت الاهلي وزي الاهلي ولكن بالاخير لبست هي كفات وهي بوت والله قدت بسي انا كذوتي النادي الاهلي وبخبهم كتير حب النادي الاهلي كتير شو بدك تقولهم يلا فرصة يسمعوا كيان خدينوا عنكم انا وخالتي وبنت عمي وبنخالي خدينوا عنكم عالزوني بس واشوف محمد الشلناوي كذوتي كل واحد بحب ناد الاهلي شو كنت بدك تصير لما تكبر حارس ناد الاهلي زي حارس الشلناوي كنت نفسها لبس كفات الشلناوي وبوت الشلناوي وزي الشلناوي كنت نفسي كنت أحلامي كولها بس أسفر على مصر حشان أستجل من الدلال والضرب عنده كنت نفسي كنت كل ما تيجي مباراة يلا لأحضارها والاخير بسودش وجهنا لا ببيضو واخر مرة واخر مرة فعزوا كأس أفريقيا فزوا ورفعوا رأسنا واحنا هنا 11 مرة فعزنا كأس أفريقيا ومش مرة ومرتين 11 مرة وانا كنت وطي ناد الاهلي وبحبهم مشهد قاسي جدا وأحلام طفل تبخرت بسبب كيان إرهابي مختل ولكن شوف روحه وجمال كلامه وإحساسه في ظل المعاناة اللي هو بيعاني فيها دلوقتي وكل أطفال غزة وكل أطفال فلسطين بيعانوا منها في الفترة الحالية فاكر وبتكلم على تاريخ الأهلي ومتابع مباريات الأهلي وقال لك الأهل 11 دوري أبطال إفريقيا لسه الأهل كسبان كاس السوبر هل في حد ممكن يكون في معاناة زي دي ويكون عنده رفاهية حتى أن يتابع كورة أو يتفرج على كورة لا هو بيتابع وبيتفرج ليه؟ لأن دي القدوة اللي هو دايما بيتابعها وبيتفرج عليها ونفسه دايما يكون موجود في النادي الأهلي النادي الأهلي الحمد لله مؤسسة رياضية اجتماعية مش في مصر بس على مستوى الوطن العربي وهذه المؤسسة الكبيرة لها دور مؤسسي تجاه كل الأطفال العرب تجاه كل الشعب العربي تجاه كل الأمة الإسلامية ولكل الأطفال اللي موجودين في جميع أنحاء العالم النهاردة النادي الأهلي كان ليه رد رسمي والرد الرسمي نشر من خلال صفحة النادي الرسمية على الفيسبوك لو أنا أستعرض رسالة الأهلي أنا مش أقول قرار دي رسالة نهاردة اللي نشر على الصفحة الرسمية من المدير التنفيذ للنادي الأهلي دكتور سعد شلبي ما هو إلا رسالة اللي تكتب فيها رسالة ابننا علي وصلت ومحل اهتمام كبير من مجلس إدارة النادي الأهلي كلنا معك يا علي كلنا مع الشعب الفلسطيني كلنا مع أطفال فلسطين عاشت فلسطين حرة وبإذن الله إن شاء الله الحق سينتصر وكل طفل في فلسطين وكل طفل عربي شاف هذه الحرب الدموية هيقدر بإذن الله في يوم من الأيام يختص لكل الأطفال اللي استشهدوا ولكل الناس اللي استشهدت في فلسطين منذ مدلاع هذه الأزمة في 8 أكتوبر الماضي كمان النهاردة الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كتب على صفحته الرسمية على الفيسبوك كلام مهم جدا مش أقول ردا برضو ولكن رسالة للطفل علي إسماعيل الفلسطيني لأنه قلت لحضراتكم اللي تكتب واللي ظهر مبارح على السوشيال ميديا كالليل يعني أردود فعل إيجابية كبيرة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ محمد الجرحي كتب وقال يا علي صوتك وصل تي شيرت الأهلي وقفازات الأهلي موقعين من الكابتن محمد الشناوي واللاعبين هيكونوا عندك بإذن الله مع أقرب حافلة أو أقرب قافلة أقرب قافلة للتحالف الوطن إن شاء الله تخف وهجب لك بإذن الله موافقة تيجي مصر وتكمل علاجك وتزوري النادي الأهلي اتمسك بأحلامك زي من أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك وإحنا دايما معاك كلنا معاك يا علي وإن شاء الله بإذن الله تنور مصر قريب ورسالة دعم هنا من قناة النادي الأهلي لكل الشعب الفلسطيني لكل طفل فلسطيني كلنا معاكم وفي ظهركم ومعاكم حتى حل هذه القضية ونقتص لكل الشهداء الفلسطينيين اللي استشهدوا في هذه الحروب الدموية منذ عام 1948 حتى هذا التاريخ دي كانت بداية كان لازم نتفاعل والرسالة الإعلامية من شاشة قناة الأهلي لكل اللي اتكتب امبارح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لنمبارح بعد الحلقة مباشرة للأسف يعني مبارح وإحنا في الحلقة لو كان الموضوع وصل لنا في وقتها كنا على طول على نتفاعل لكن بعد الحلقة مباشرة ابتدى الكلام يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا والنهاردة على طول كان فيه رد وكان فيه رسالة مهمة من مجلس إدارة النادي الأهلي وكذلك من محمد الشناوي بشكل غير مباشر إن كان محمد الشناوي لما تلقى كل هذه الرسائل على طول كان ليه رد فاعل وعلى طول كان ليه تحرك ولكن كل شيء في وقته بإذن الله خلال الفترة اللي جاية علي إسماعيل الطفل الفلسطيني أتمنى رسالتنا دي توصله وبإذن الله أنا عارف أنها هتوصله وإن كانت ممكن تكون وصلت له كمان قبل اداية البرنامج معاك وفي ظهرك واتنور مصر واتنور النادي الأهلي النادي الأهلي قدوتك وانت واحد مننا انت واحد مننا